بالنقش الخبر على المستوى الخبري كان عندي متابعة تليفونية مع سيدة سفيرة علي الحفتي سألت على هل هناك مصريين مرشحين على المناصب داخل مفاوضية الاتحاد الافريقي هو قال لي بنسبة كبيرة لا ليه فندم ما عنديش المرشح المصري لشغل مناصب داخل مفاوضية الاتحاد الافريقي لحن دينا السيدة أمانيا بوسيد وتم ونجحت يعني ده ده الأبديت بتاع الموضوع تجديد نجحت وفي منصب آخر سيدة أماني عصفور هي مسكة مجلس رجال الأحمال في القرية الأفريقية وأعتقد هي رئيسة هذا المجلس أنا عندنا منصبين يعني الوجود المصري قائم لكن أنا يمكن بس أريد أن أكمل مبادئ الدكتور علي فيما يتعلق بالدور المصري وجنوب أفريقيا تاني لأن برضو لما نجي نتكلم عن دور جنوب أفريقيا كان من الممكن أن تستكمل ما بدأته مصر وما وضعته مصر من مبادرات وصارت فيها بإنجازات غير مزبوقة يعني على سبيل المثال ملف مكافحة الإرهاب ماذا قدمت جنوب أفريقيا في هذا الملف بالنسبة لمنطقة الساحل منطقة القرن الأفريقي المنطقة الجديدة الآن منطقة البحر الأحمر بعد إنشاء مجلس الدول العربية والأفريقية المتشاطئة على البحر الأحمر وخليج عدة وهناك ثماني دول عربية أفريقية باعتبار أن الساحل الشرقي عربي والساحل الغربي أفريقي وفيه الدول العربية أفريقية فقط وهذا سيختدي تعاون ما بين الدول العربية والدول الأفريقية باعتبار أن البحر الأحمر محيرة عربية أفريقية الدور لجنوب أفريقيا في هذا الصدد لم يظهر على على الإطلاق وبالتالي كان هناك إمكانية لأن تقوم جنوب أفريقيا باستكمال والبناء على ما تم بالنسبة في فترة رئيسة مصر بالتحاد الأفريقية كان متفضل الدكتور علي حتى في الملف الاقتصادي ملف الاقتصادي هناك ظهر غير مسبوك وإنجازات غير مسبوك فيما يتعلق بهذا هذا الملف فيما يتعلق بالبنية التحتية بنية التحتية كان هناك إنجاز كبير جدا فيما يتعلق بطرق برية ونهرية وبحرية وربط كهربائي وسكك حديدية ثم مشروعات كبرى ثم مشروعات كبرى بين البحر الأحمر بين البحر بين القاهرة خط القاهرة كبتاون وبحيرة بكتوريا والبحر المتوسط كل هذه البنية التحتية كان يمكن لجنوب أفريقيا أن تدفع وتبني على ما تم إنجاز وهو أمر مطلوب حاليا ومن قبل كان هناك أيضا منطقة تجارة الحرة القرية ماذا قدمت نحن نتحدث نحن نتحدث عن ضرور التفعيل منطقة التجارة الحرة القرية كيف يتم التفعيل هو جذب استثمارات جذب استثمارات سواء كانت أفريقية أو سواء كانت غير أفريقية سواء كانت مؤسسات إقليمية ودولية أو من دول مانحة من خلال المؤتمرات التي عقدت وشار إليها الدكتور وهي مرتبطة أيضا بمنطق السلم والأمن بتوجه نحن نتحدثنا عنه فيما سبق بتوجه بتوجه للبنية التحتية ولقطاعات إنتاجية من شأنها زيادة الإنتاج وبالتالي تفعيل حجم التجارة البينية بين الدول الأفريقية وبين الدول الأفريقية والعالم الخارجي أعتقد فيما يتعلق بالكل وهناك فرصة كبيرة جدا في تقديري اللي أنت طلع بدور أكثر إيجابية وأكثر بناء وبمبادرات يمكن أن تحقق تقدما في كثير من الملفات